موسيقى 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 مساء الخير يا حبائي وعزائي نعزي أنفسنا ونعزي كنيستنا المصرية القبطية الأرزوذقسية لما حدث من ألام شديدة تفاصيل حريق كنيسة أبو سفين أو كنيسة أبو سفين بن بابا وردود فعل دولية وتعاطف شعبي مع والدة الأشقاء السلاسة في السامينة صباحا وبعد نحوة خمس دقائق من انقطاع الطيار الكاربائي عن منطقة المنيرة في إيمبابا وبدأ عمل مولد تابع لكنيسة أبو سفين الملحق بها دار حضانة وقع ماس كاربائي في أحد مكيفات المبنى الضيق المكون من أربع أدوار فور عودة الطيار إلى المنطقة بحسب رواية شهود العيان بداية حريق الكنيسة أبو سفين بن بابا لم يشعر المصلون المتكدسون داخل المبنى للصلاة وحضور القداس الإلهي بالحريق في البداية لكن بعد جيران كنيسة الشهيد أبو سفين انتبهوا الحريق وبدأوا في الصعود إلى المبنى ليجدوا أطفال الحضانة متكدسين داخل الطابق الثاني لا يستطعون الحراق بسبب الدخان الأسود الكثير الذي عبأ المكان وبدأت الصلقات تتعالى ليتضفق السكان المحوطون بالكنيسة لمحاولة إنقاذ حياة المصلون داخلها كثة كثيرة من الشهام والبداء كان أبطالها سكان الشارع الضيق الكائن به كنيسة المنيرة التي كانت تضم نحو 150 شخصا على الأقل بحسب شهود عيان وتصرحات عدد من موسلي الجهات المعنية التي تدخلت على الفور للسيطرة على حريق كنيسة المنيرة والتعامل مع النيران وبعد نحو ثلاث دقائق حضر القوات الحماية المدنية إلى المنطقة وبدأت التعامل مع الحريق الذي أصفر عن 41 شهيدا وأربع تاشر مصابا بحسب البيان الرسمية الصادر عن مصارة السحرة والسكان وبينما المصري اليوم كتد قتيلا وهم ليس قتله بل شهداء أحد شهود العيان حادث كنيسة المنيرة قال في تصرحات لوسائل الإعلام عقب الحريق في حوالي السامنة صباحا استيقظت المنطقة على دخان كسيف وصراخ فهرعوا الإطفاء الحريق وشهدت أطفالا وسيداتا ورجالا مكففين على الأرض وضحايا كسرون توفوا وكان مبنينهم كانوا الكنيسة وحين وصلنا إلى الطابق الرابع الذي بدأ الحريق من داخله كان كل شيئا مقروبا على رأس عقب حريق كنيسة أبو سبيين شهد عيان آخر قال في السابرة صباحا انقطعت الكهرباء عن المنطقة وتم تشغيل المولد الكهربائي بعدها وحين جاء الطيار الكهربائي حدث ماس بين الطيار والمولد أدى إلى اشتعال أحد التكليفات وظلت النار مشتحلة لمدة ساعتين ظلنا الجميع أن كل الأشخاص داخل الكنيسة خرجوا لكنهم ظلوا بالداخل لم يستطيعوا الخروج من شدة الحريق ظلنا لمدة ساعة وحاولوا إخراج الضحايا وحضرة المطافق بعد أقل من ربع ساعة تعاطب شعبي حالة من التعاطب الشعبي مع زوية جميع ضحايا الحادث والمصابون خصوصا مع والدة الأطفال التوائم السلاسة الذين لقيوا مسرعهم في حادث كنيسة أبو سيفين وهم كل من مريم تامر وجيه وبرسينة تامر وجيه وإبرام تامر وجيه حيث أصبحت والدتهم في المستشفى في غيبوبا منذ الحادث ومتوقع عن تفيك وغدا بحسب تصرحات تلفزيونية لوزير الصحة الدكتور قالد عبد الغفار الذي أكد أنها لا تعلم بمصر أطولها حتى الآن وهي مصيبة كارثية أعلم عددا من الدول العربية عن خالص تعزيها مواسطة لمصر في حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع اليوم وأصفر عن 41 مواطنا كنيسة الشهيد العظيم في الباتير ماركليوس أبو سيفين رئيس دولة فلسطين نحمود عباس أعلمان قال استعزيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث وقال ببركة تعزيها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدر تلقينا نبأ المشهوب حريقة هائل في كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة ما أصفر عن وقوع المؤسف العشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء من أبناء شعب مصر الشقيق وإننا إذن شارككم الحزن بهذا المصاب الأليم لنتقدم لبقاءتكم ومن خلالها لحكومتكم وشعبكم الشقيق ولعائلات الضحايا بأسمى عبارات التعاز القربية وبإسم دولة وشعب فلسطين وبالأصال عن نفس سائلين المولى عز وجل أن يمنوا على الضحايا بواسع رحمته وعلى المصابين بالشفاء العاجل وأن يلهمكم وشعبكم وزوى الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وتبدل أخي صاحب الفخامة بقبول صادق موسطنا وتضامنا الإخوة والمحبة التي بيننا وعرب عائد العثومي رئيس البرلمان العربي عن تعزيه وصادق موسطنا والرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة وبرلمان وشعب مصر في ضحايا حادث الحريق التي اندلع في كنيسة أبو سفين بإنباب المحافظة تكليزة والذي أصفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا تضام البرلمان العربي مع مصر بيادة الحادث ودعم الكامل فيما تتخذ من إجراءات لإحتواء الأزمة داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويعمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأعربت الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعزيه الصادقة في ضحايا كنيسة أبو سفين متمنيها الشفاء العاجل لجميع المصابين أما وزارة الخارجية وشؤون المختلفين الأردنية فأعربت عن أحر التعازي وصادق المؤساة لمصر في ضحايا حادث كنيسة أبو سفين في المديرة الغربية في إنبابة بنجيزة مؤكدا تعاطب الأردن من حكومة مصر وشعبها الشقيقة معلقة عن خالص التعازي لزواء الضحايا وتمنياتها في الشفاء العاجل للمصابين وأيضا العراق حيث أعربت مزارة الخارجية العراقية عن خالص التعازياء لمصر في ضحايا الحريقة الذي وقع صباحا الأحد في كنيسة أبو سفين من منطقة إنبابة والذي راح ضحيته أكثر من أربعين من المواطنين المصريين وجرحن آخرون ونعي مكتب الحزب الديمقراطي الكريس الثاني بالقرارة شهداء حادث حريق كنيسة أبو سفين بالجيزة مقدما التعازي للرئيس السيسي وقضاقة البابة والدرئيس الثاني بابة الإسكندرية وبطريق القرارة الملقصية وزوية الضحايا وتقدم السفير التنسي بالقرارة محمد بن يوسف خالص التعازي وصادق الموساء إلى مصر رئيساً وحكوماً وشعراً في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سفين بمحافظة تجيزة مؤكداً شهداء أبناءهم وعرب السفير السمال في القرارة وعرب السفير السمال في القرارة إلياشيق عمر من خالص التعازي وصادق الموساء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سفين وحافظة الجيزة نتمنى الشبائل عاجل إلى كل إخوتنا المصابين وأن يلهم الصبر والتعازي لكل أحبائنا الذين لقوا شهداء أبناءهم شكراً لكم أحبائي وأعزائي ونتمنى كل الخير والشفاء لكل شعبنا مصر الحبيب لا تنسى الشراكة في قناة الملكة والأمير مع كل التعازي من قناة ملكة الملكة والأمير إلى كل الأهل والأسر ولكل المسيحيين وسلام الرب يكون معكم الأمير صباح الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم من قناة الملكة والأمير وما زلنا في استمرار واكتشاب الحقائق عن حريق كنيسة أبو سوفين خالد منتصر يعلن خبراً جاهلاً مثله ويحمل نظام مبارك مسؤولية حريق كنيسة أبو سوفين حمل الدكتور خالد منتصر الكاتب والمفكر نظام مبارك مسؤولية حريق الكنيسة ويقول أن حريق كنيسة أبو سوفين يعد من إهمال ومنع ترمين الكنائس مما جعل المسيحيين يضطرون للبناء داخل عمارات ضيقة ومناطق عشوائية وقال خالد منتصر عبر فكره المتخلف وعبر حسابه على الفيسبوك المسؤول والمتهم الأول عن حريق كنيسة حريق كنيسة زي كنيسة أبو سوفين هو نظام الرئيس مبارك 30 سنة مال ومنع ترمين الكنائس وبناءها بطرق ملتوية مما جعل المسيحيين يضطرون للبناء داخل عمارات ضيقة ومناطق عشوائية الكنيسة التي تحرقت كيف تراعش روت أمان وهي مبنية بالشكل العشوائي في زمن مبارك كانت جلدة الحنفية وتركيب قعد التولد عايزة قرار وخكم نسرة عشان الخط الهما يولي كنائس ليس كنائس بل هي زنازين فيها كان يقومون صلوات مجرد سقف وبدران فخضاء لأبسط أفجديات السلامة والأمان وعبء كبير الآن لعلاج ترقمات مباركية سرطانية قديمة هناك ترميمات كنائس على مصدق واسع وبجهد رهيب لكن المهمة في منتهى الصعوبة خاصة أن هناك عدد كبير من الكنائس قد دمره الإخوان أكثر مستفعين كنيسة أحرقوها واخربوها في ثلاثين يونيو أو بعد ثلاثين يونيو واختتم شعار دولة مبارك كان أعطوا الشارع للإخوان وأتركوا للقرسي هذا الشعار خرب أشياء كثيرة وزرع ضعفية مقننة وإعادة مباني الكنائس لكي تكون مباني حديثة بجد وفيها شروط الأمان محتاجة تكاليف وتكاتب كبير من المجتمع كلام ليس له أي معنى وكلام أعتقد أنه غير حقيقي ولكن الإيمان لابد وأن نراع طيب إزاي إحنا نقول بعد كل الكلام دو الأخ خالت منتصر طيب يسيلي أنت الكلام دو كمان الحريق اللي حصل في كنيسة الأنبى موسى بالجيزة وشرز أيضا في روح القاربة يا سلام يا سلام لم يصفر عن أي خسائر مادية أو بشري يا سلام اندلع حريق محدودة منذ قليل في كنيسة العزراء والأنبى موسى تقاطع الطريق الدائري مع محور ستة عشرين يونيو بميدان الإملاد مجيزة ودفع القوات الحماية الميدانية بسيارات الأسواق كما دفعت وجودة الصحة بثلاث سيارات إسعاب فور وقوع الحريق ولا توجد أي خسائر مادية أو بشري وتبين البحث على موجود إصابات وأن حريقه نشب فيه روح التوزيع الكهرباء داخل الكنيسة وتم السيطرة على الموقف وبسط التوزيع الكهربائي وجاد تحرير المحضر اللازم ويختار النيابة العامة للبشرة في التحوال لحد إمتى هتجذبه لحد إمتى هتجذبه لحد إمتى هتجذبه لحد إمتى مش هتقول الحقيقة كل ده كلام يعني مش عايز أقول لكن كل اللي أنا أقول ربنا يسطرها إحنا الأيام دي بأيام عظيمة وأيام مجيدة وأيام للسيدة العزراء يا أستاذي يوم خمستاشة التمانية كان ذكرى فض ربع ذكرى فض ربع وبلاش نهول أول تعليق للكنيسة الريزوكسية على فيديو صلاة كناهي كان الكنيسة المحترقة علق القمس موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الريزوكسية على مقطع الفيديو المتداول بالكمس عبد المسيح بخير كان الكنيسة مصبين ويصلي في عيكة للكنيسة لحظة الحريق وقال القمس موسى إبراهيم إن علينا أن نتوقف عن تفسير الفيديو هذه الطريقة دقيقة و13 ثانية منهم 24 ثانية لمشهد طبيعي لا يوجد فيها حريق وهناك 49 ثانية بدأوا يظهر الدخان وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الريزوكسية بتصريحات مساحبية الفيديو هو بداية ظهور مسألة الحريق بدايته على مدارة 9 ثانية البقيين بدأ يتحرك بغض النظر أو ببعض الناس لاستطاع الموكب لما وضح الموكب بدأ الكل يتحرك للتعامل مع الموكب بما فيهم أبونا الكائن وتوقفه بالصلاة في هذا في بداية الفيديو وأكد أن الكائن وهو أوقف في بداية الفيديو وهو كان في بداية الحريق وهو لم يتحرك في البداية مما كان وانتظار إلى أن يعرف ماذا يحدث قبل ما يغطي الدخان كان المشهد عادي في الـ 24 ثانية الأولى وتسعة واربعين ثانية أخرى بدأت دخان هذا هو بشكل كثير وشدد ما تعرفوا عن شهود العيان أن أبونا الذي توفى تحرك وأصر أن يخلي الناس الموجودة وشارك في إخلاعهم إلى أن توفى فتصدير فكرة أن أبونا رغض وأصر بكمل الصلاة أو شيء من هذا القبيل فهي غير دقيقة ما فيش حد يكمل صلاة في زل وضع صارق مثل هذا فحيات الناس أهم وهي العبادة الأهم في هذه اللحظة شكرا لكم أحبائي وأعزائي وكفايا فتسي وكفايا ضمار وكفايا شماتة وكفايا واجع قلب يعني إحنا اللي فينا من كافينا والشماتة والناس اللي تقول لك أسته الصلاة لا يجوز على المسيح الصلاة لا يجوز الترحيم على المسيحي يعني كلام وده يعني أنا مش عارف البابا تودروس وضعه إيه في هذا الكلام طالع بيقول تصريحات إن إحنا ما نديشه لنا لأي حد إن إحنا ما نتكلمش في أي حاجة ولكن البابا تودروس الرجل الجميل اللي كان بيتكلم ويقول يا جماعة بلاش نولع التكييفات في الكنايس بلاش يوقع الحمد لله هي ولعت بالنار من غير من ولع الإضاءة والقربة يا قداسة البابا العظيم البابا تودروس لا نقبل الشماتة وتوجيه الاتهامات بالتقسير أنت الرجل العظيم قال قداسة البابا تودروس الثاني في ناس للأسف الشديد أصارك الشر بالأكازيب والضلال والشماتة وتوجيه التقسير والاتهام للأشخاص والكنيسة اللي هتقبلها على الإطلاق وأضاف قداسته خلال مدخلة التورية مع برنامج مساء دي ام سي الأزمات الإنسان مش بيبقى في فكره غير ما يحل الأزمة ومساعدة الإنسان والأسف الناس كتيرة بتحاول تعمل أزمة ثقة أزمة ثقة وده مش في الواقع واستقبل البابا تمدروس مكان الكنيسة صغير وضيق والكسافة القطية في المنطقة كبيرة وهذه نقطة جوهرية لازم المجالس المحلية والأجهزة الأمنية تأخذها في الحزبان وتنبه إليها من أجل توسع ذلك ناعس أو نقل الكسافة إلى أماكن أخرى ولكن ليس لدينا غير أننا نطلب من الله أن يعطينا سلاما لا نطلب غير أن الله أن يحافظ على مصر وأن يحافظ علينا ويحافظ على كل أولاده ببركة كلنا العدراء مريم بصلوتها وشفاعتها تكون معنا أمين ونطلب من الله أن يحافظ على مصر وأن يجعل فيها السلام ويجعل المحبة وعدم نشر الفتنة بيننا وبين إخواتنا المسلمين شكرا لكم أحبائي وأعزائي وسوف أرقيكم لكل ما هو جديد وسلام الرب يكون معكم أمين شكرا لكم